بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن رحمة الله عز وجل بنا أن هيأ لنا أسباباً للمغفرة إذا خالف الإنسان منهج الله عز وجل ووقع في الذنوب أو المعاصي من أخذ بهذه الأسباب نال المغفرة من الله سبحانه وتعالى ونال دخول الجنة إن شاء الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين السرعة تحتاج إلى حركة والحركة تحتاج إلى متحرك والمتحرك يحتاج إلى حياة فما دامت فيك الحياة فعليك أن تسارع ولكن تسارع إلى أي شيء تسارع إلى النور تسارع إلى الخير تسارع إلى الجمال تسارع إلى أن تعود مرة أخرى إلى أحضان المنهج الإلهي إن أنت خالفت هذا المنهج الإلهي من هنا شرع ربنا سبحانه وتعالى التوبة رحمة بنا وحتى لا يتمادى الإنسان في كثرة الذنوب ومن ثم في صناعة الشرور والمفاسد والقبح في هذا الكون فالتوبة شرعها الله سبحانه وتعالى رحمة بنا ولنعود سريعا إلى أحضان المنهج الإلهي وللتوبة فلسفة عميقة في الإسلام وأرجو أن نلحظ معا هذه الألفاظ الآن فالتوبة هي حالة من النقد الذاتي هي حالة من المراجعة للنفس هي حالة من الرقابة الداخلية لعل المشاهد الآن يقول ما علاقة هذه الألفاظ نقد ذاتي رقابة داخلية مراجعة للنفس ما علاقة هذه الألفاظ بمفهوم التوبة لأن الغالب يختزل مفهوم التوبة في الإقلاع عن المعاصي وانتهى الأمر نقول لا التوبة لها فلسفة عظيمة فالتوبة سمة ذاتية نفسية قلبية روحية فلسفة التوبة هي عدم اليأس فلسفة التوبة هي أن نجدد حياتنا ونستشرف المستقبل فلسفة التوبة هي أن لا نيأس من الماضي بل نتعلم من الماضي للمستقبل فلسفة التوبة أنها ركن من أركان الحب الإلهي لعباده سبحانه وتعالى صنع الإنسان ذنبا خالف منهج الله وقع في معصية فتح الله لنا باب التوبة لنعود سريعا إلى المنهج الإلهي وحين تقبل بالتوبة على الله عز وجل وتسأل الله التوبة والمغفرة يعطيها الحق سبحانه وتعالى لك هناك صفات تسمى بصفات الجمال عند الله عز وجل وهناك صفات تسمى بصفات الجلال عند الله عز وجل صفات الجمال هي التي تحمل معاني الرحمة الرحمن الرحيم الغفور الشكور وما شابه هذه الصفات صفات الجلال هي التي تحمل معاني العقوبة كالجبار والمنتقم والمذل وما شابه هذه الصفات حين يقع الإنسان في ذنب أو معصية هذا الذنب يقتضي عقابة والعقاب يأتي من صفات الجلال لكنك تقول رب اغفر لي رب ارحمني رب تب علي المغفرة والرحمة والتوبة هي من صفات الجمال ولأن الله وصاحب الصفات كلها يجعل صفات الجمال تشفى عند صفات الجلال فيقبل الله شفاعتها ويغفر لك هذا الذنب وهذا هو معنى قوله عز وجل ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي سبقت غضبي كما جاء في الحديث القدسي إذن فعلينا أن ندرك أن هذا باب عظيم هيأه الله لنا لنعود سريعا إلى أحضان المنهج الإلهي ولنعلم أيضا أن من تاب إلى الله عز وجل فلا يفكر في هذا الماضي فقد غفره الله سبحانه وتعالى وفتح لك صفحة جديدة معه عز وجل فعليك أن تستشرف المستقبل وأن لا تيأس مما مضى من ذنوب أو معاصي بل تتعلم من لاستشراف هذا المستقبل بصناعة الخير والجمال كما أمر ربنا سبحانه وتعالى منتهى العطاء الإلهي حين نسمع قوله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله لاحظوا هذا الآداء القرآني المنير إذا افترضنا مثلا أن هناك إنسانا فقيرا مدينا لا يستطيع أن يقوم بسداد دينه وجاءه دائنه يريد دينه فأحال هذا الفقير المدين دائنه على رجل غني اذهب إلى هذا الرجل سوف يسد عني ديني ما هو الانفعال الذي سيعود على هذا الدائن سيفرح كثيرا لأنه سيذهب إلى رجل آخر غني يقوم بسداد دينه الذي له عليه فإذا كان هذا الفرح يعود عليه بهذا النمط الواسع فما بالنا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أحال التوبة على ذاته بكل جماله وكماله هذا هو منتهى العطاء فالله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبة ليتوب علينا وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة في القرآن الكريم نسمع قوله سبحانه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده لاحظوا هنا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هو نسميه ضمير فصل ضمير اختصاص أي منع الله سبحانه وتعالى غيره معه هو وحده سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة ثم إنه يقول هو يقبل التوبة عن عباده لم يكن من عباده والمعنى هنا أن الإنسان الذي ارتكب ذنبه الذنب يقتضي عقابه العقاب يكون في النار الحق سبحانه وتعالى يقول يقبل التوبة عن عباده أي قبل التوبة وغفر الذنب وتجاوز عن العقاب الذي كان سوف يكون في النار إذن هذه فلسفة التوبة فعلينا من أخطأ أو خالف المنهج الإلهي أن يعود سريعا إلى أحضان المنهج الإلهي من خلال التوبة إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم